اهلا بكم منذ اعلان سعد الحريري زعيم تيار المستقبل تعليق الحياة السياسية له ولتياره قبل نحو اسبوع ما تزال تثار التساؤلات وتكهنات بشأن مضامين هذا الاعلان فماذا يعني ذلك بالنسبة لسعد الحريري وعائلته وماذا يعني لمستقبل تيار المستقبل ذاته وما تأثيرات ذلك على تعقيدات المشهد السياسي اللبناني وتحالفاته المتغيرة داخليا وخارجيا وهل يعتبر اعلان الحريري بداية افول نجم تيار المستقبل ام بداية انطلاقة جديدة اقوى له في سماء الحياة السياسية اللبنانية قضايا عديدة سنتناولها مع الدكتور مصطفى علوش القياد في تيار المستقبل في حلقة مواجهة لهذا الاسبوع دكتور علوش مساء الخير مرحبا بك معنا في برنامج مواجهة لهذا الاسبوع قبل الخوض في تفاصيل وتداعيات قرار السيد الحريري هل تفاجأت بهذا القرار هل كان مفاجأة بالنسبة لكم في تيار المستقبل الام ان كثير توقعوا هذا القرار خاصة وان الرئيس الحريري كان مختفيا عن الساحة لفترة والبعض كان يقول انه خارج لبنان حتى لفترة طويلة هل فاجأك هذا القرار؟ مساء الخير استاذ مهند لك والمستمعين والمشاهدين هناك جزئان في قرار سعد الحريري الجزء الأول يتعلق بعدم خوضي الانتخابات وأيضا بالتوازي عدم ترشيح أحد من تيار المستقبل وهذا كان شبه متوقع من خلال التواصل معه ومن خلال أيضا الشخصيات التي ذهبت وقابلته في الخارج كانت هناك نوع من الشائعات كنا نتوقعها وكان قراره خلال اجتماعات التي عقدها عندما عاد إلى لبنان معنا كهيئة مكتب سياسي وهيئة رئاسة بأن قراره عدم خوض الانتخابات هو نهائي أما الكلام الذي قاله في المؤتمر الصحفي فقد فاجأ الجميع به وهو أيضا تعليق العمل السياسي بالنسبة لتيار المستقبل وبالنسبة خاصة للانتخابات بأجمعها ترشيحا وأيضا تأييدا لواء حوالما هنالك لذلك نعم أقول بأن جزء الثاني هو بالتأكيد كان مفاجأة حتى لي أنا كان أبو رئيس سيار المستقبل جيد أسألك بعد قليل ما الذي يعنيه تعبير تعليق لأن البعض يقول أنه ربما هذا يعني هو مسألة تجميد مؤقتة مسألة ربما في هذه المرحلة قد يعيد النظر السيد الحريري في هذا القرار فيما بعد لكن لنعيد التذكير بالإعلان إعلان السيد الحريري حول هذه المواضيع قبل أن نتابع الحديث عن تداعيات هذه المسألة أعلن التالي أولا تعليق عملي بالحياة السياسية ودعوة عائلتي في تيار المستقبل لاتخاذ الخطوة نفسها ثانيا عدم الترشح للانتخابات النيابية وعدم التقدم بأي ترشيحات من تيار المستقبل أو باسم التيار دكتور علوش كيف نفهم مسألة تعليق المشاركة في الحياة السياسية لماذا يعني إذا كان الرئيس الحريري قد اتخذ قرارا نهائيا ولا رجعت فيه لماذا لم يقل مثلا أعلن اعتزالي العمل السياسي أو انسحابي من العمل السياسي البعض فسر هذه المسألة بأنه ترك الباب مفتوحا لإمكانية العودة في فترة لاحقة ما رأيك في هذا الموضوع نعم هناك فرق بالتأكيد بين التعليق وبين الانسحاب والاعتزال التعليق يعني يجب أن يكون مرتبط أيضا بمدة زمنية أو بشروط موضوعية يعني عندما نقول تعليق إلى ما لا نهاية أو إلى أجل غير مسمى هو عمليا يشبه الانسحاب والاعتزال لكن كما قلت الإشكال هو أن تعليق إلى متى لم يذكر الرئيس الحريري في بيانه أي شيء عن شروط العودة أو انهاء تعليق العمل السياسي لكن بالنهاية من خلال الحوارات التي جرت داخل أروغة التيار بأن هذا التعليق مرتبط بظروف موضوعية تتعلق بلبنان بالداخل ووضعها بسلسة عنوين وأيضا من الواضح بأن أمور إقليمية أيضا أدت إلى هذا الخيار ينتهي فترة التعليق بانتهاء الشروط التي تسببت بالتعليق وأنا أعلم ما هي الشروط والظروف وأهمها هو حقيقة أنه بعد محاولات دامت على مدى سبعة عشر سنة بعد اغتيال رفيق الحريري مررنا بمراحل مواجهة اغتيالات طالت رفاقنا واضطررنا إلى الاختباء والاختفاء هجومات متكررة وأيضا تسويات ومؤامرات حصلت على مدى هذه السنوات وكلها بالنهاية لم تؤدي إلى المرتجة وهو أن تحقق أي شيء للبنانيين على الأقل بمحطة كهرباء وبكهرباء تأتي نصف يوم مثلا لذلك كل هذه الأمور اعتبر سعد الحريري ونحن أيضا من خلال النقاش بأن الفشل في تحقيق أي شيء يدعو إلى أن تخرج وأن تعود خطوة إلى الوراء وتعيد بناء الأمور والأولويات ومن بعدها الانطلاق لذلك الآن نحن عدنا لندرس الوضع لندرس كيف نعود إلى الانطلاق وفي أي ظروف خلال الأشهر الأيام الأسابيع القادمة وهي مرتبطة بالمستشدات التي قد تحدث طيب السيد الحريري قال في إعلانه إنه لا فرصة لقيامة لبنان في الظرف الحالي ويقول تحديدا لأنني مقتنع أن لا مجال لأي فرصة إيجابية للبنان في ظل النفوذ الإيراني والتخبط الدولي والانقسام الوطني واستعار الطائفية واهتراء الدولة يعني وكأن السيد الحريري دكتور علوش يحمل جهات معينة أو جهات عديدة مسئولية ما آل إليه الوضع في لبنان مع أنه هو أيضا كان جزء من هذا الوضع وجزء من هذه المنظومة ألا يتحمل السيد الحريري وربما تيار المستقبل أيضا جزء من هذه المسئولية باعتبار أنه كان ضمن المشهد السياسي لفترة طويلة نعم هذا كلام منطقي بالتأكيد ولكن أريد أن أذكر بأن رفيق الحريري عندما أتى إلى لبنان أتى بمعطيات موضوعية وهي احتلال سوري للقرار اللبناني ظروف إقليمية محددة ظروف دولية محددة وكان القرار أيضا المرتبط بمؤتمر مدريد المرتبط أيضا بالقرار دول الخليج والخاصة السعودية في ذلك الوقت أن يأتي إلى لبنان ويأخذ بالاعتبار الوقائي على الأرض ويتفاهم أيضا بشكل من الأشكال مع النظام السوري والأمر الواقع القائم في لبنان من أجل تحقيق بعض الإنجاز وبعض الاستقرار والتسوية خطوة خطوة على الطريقة التي كان يقوم بها ولكن عندما وصل سنة 2004 إلى مرحلة اليأس من الوصول إلى نتيجة أخذ قراره وانسحب في ذلك الوقت ونحن نذكر كيف أدى ذلك إلى اغتياله بالنهاية لمجرد أنه قرر أن نحسعه لا شك بأن سعد الحريري قام بتجربة تشابه تلك التجربة ولكن بظروف مختلفة وبالتدعيات إقليمية ودولية مختلفة تغير القيادات في الإقليم وفي العالم وإلى ما هناك وحاولنا جميعا بمختلف الطرق وكنا نحن أيضا داخل تيرون الاستقبل بعضنا يعارض وبعضنا يقبل ولكن النقاش كان دائما قائما بجدوى هذه الأمور أنا أظن بأن هناك بالتأكيد كان ممكن أن تتوضح الصورة بوضوح بعد اشتياح الذي حصل لبيروت سنة 2007 وبعد الانقلاب على سعد الحرير الذي قضى جبران باسيل بإسم حزب الله سنة 2011 أنه لا إمكانية بالتسويات ومع ذلك بس دكتور عليو جسمح لي على المقاطع نتحدث عن مسألة اليأس وأنه وصلنا إلى مرحلة اليأس إذا كان كل سياسي سيصل إلى هذه المرحلة وينسحب من العمل العام ويسحب معه حزبه ولم ينسحب لوحده وسحب كل تيار المستقبل معه في هذه المرحلة لأنه وصل إلى مرحلة يأس كما تقول ولكن أليس هذا تهرب من المسئولية بشكل من الأشكال أن تنتظر إلى أن تنضج الظروف وتصبح كما تريد وساعتها تشارك في العمل السياسي ما رأيك في ذلك؟ نعم هذا كلام منطقي ولكننا لم ننسحب من العمل العام بس هو سحب علق مشاركته ومشاركة التيار على الأرض نعم مشاركته ومشاركة التيار بالحياة السياسية التقليدية ولكننا قد نظيم ما زلنا موجودين الأعلام يتحرك أنا أتكلم كل هذه الأمور تؤكد بأننا موجودين هناك مشاركة في المسائل المتعلقة بالأعلام والصحف وبالمقابلات يعني كلها تؤكد أنها وجودهم ولكن عندما تصل إلى مرحلة وجودك بالمشاركة كما كان قائما بالانتخابات تغطي شرعية غير شرعية يعني تغطي شرعية أن يكون حزب الله والسيطرة الإيرانية وسيطرة الفساد وسيطرة الطائفية وكل ما نالك وتشارك بها يعني عملين نلام لأننا نشارك ونلام لأننا نسحب نحن الآن في موقع ليس الانحسحاب من الحياة السياسية نحن موجودون ولكن لم يعد لدينا الرغبة بتغطية الوضع المأزوم الغير شرعي القائم بالبلد وهو صرخة احتجاج لنقول أن هذا الأمر هو يؤدي إلى نهاية لبنان وأشار الرئيس الحريري في قراره إلى أنه يعني باقي هو والتيار وهذه مسألة لافتة لأنه قال أنه باقي لخدمة اللبنانيين لنستمع إلى هذا المقطع ثم أعود لأسألك عن هذا الموضوع دكتور علوش نحن باقون بخدمة أهلنا وشعبنا ووطننا لكن قرارنا هو تعليق أي دور أو مسؤولية مباشرة في السلطة والنيابة والسياسة بمعناها التقليدي وسنبقى من موقعنا كمواطنين متمسكين بمشروع رفيق الحريري لمنع الحرب الأهلية والعمل من أجل حياة أفضل لجميع اللبنانيين إذن الرئيس الحريري يقول دكتور علوش أنه باقون في خدمة الشعب والوطن والأهل السؤال هو كيف كيف بإمكانك أن تخدم الشعب والوطن والأهل إذا لم تكن في منصب عام إذا لم يكن لك منصة منصب ما كيف بإمكانك أن تخدم الشعب والوطن والأهل نعم هذا الكلام أيضا منطقي ولكن لنقل بأننا كنا في السلطة وكنا أكثرية في وقت من الأوقات وكنا في رئاسة الوزراء وكان لنا وزراء ولكن بالنهاية كل ذلك كما شاهدنا على مدى 17 سنة أدى إلى تدهور الوضع تفاقم الأمور بالمقابل كنا نرى بأننا حقيقة نشارك في حفلة الجنون وحفلة الواقع المزري الذي أدى إلى تدهور الأمور بشكل متنامن صحيح أننا لم نكن في الحكم إلا على نصف الفترة هذه ولكن بالنهاية وجودنا في الحكم ووجودنا في السلطة وفي الانتخابات يغطي الوضع الشاز الذي يؤدي إلى النتائج الشازة الكلام هو أننا موجودون كقوة سياسية لا يمكن إلغاءه لدينا مشروعنا لدينا خيارنا أما الاستمرار بتغطية وضع شاز وهو ليس فقط وضع شاز وضع غير شرعي تغطية وجود الميليشيات المسلحة في لب السلطة وتغطية ليست فقط الهيمنة نحن نسميها الآن الاحتلال الإيراني المقنع بحزب الله وتغطيته من خلال المشاركة والسلطة وانتخابات غير نزيهة لأننا عمليا عندما يكون هناك حزب مسلح ويقول أنني أخذ الانتخابات كيفما كانت النتائج لن تأتي نزيهة لأنها تأتي تحت واجأ السلاح لذلك التوقف الآن عن هذه المشاركة هي للتوقف عن تقديم شرعية مجانية لهذا الوضع الشاز طيب الرئيس الحريري أيضا تحدث في هذه الكلمة عن هدفين لمشروع الحريرية السياسية تحدث عن أولا الحيلولة دون وقوع الحرب الأهلية أو منع الحرب الأهلية وتحدث أيضا عن توفير حياة أفضل للبنانيين بدأ أسألك عن الأسباب التي حالت دون تحقيق بعض من هذه الأهداف لنستمع أولا إلى هذا الجزء من كلمة السيد الحريري لا شك أن منع الحرب الأهلية فرض علي تسويات من احتواء تداعيات سبع أيار إلى اتفاق الدوحة إلى زيارة دمشق إلى انتخاب ميشيل عون إلى قانون الانتخابات وغيرها هذه التسويات التي أتت على حسابي قد تكون السبب في عدم اكتمال النجاح للوصول لحياة أفضل للبنانيين دكتور علوش التسويات التي تحدث عنها الرئيس سعد الحريري هي في نهاية المطاف قرارات خيارات اتخذها في مرحلة ما ولكن ثبت أنها لم توصل البلاد إلى بر الأمان هل هذه الخيارات والتسويات كانت خاطئة في ذلك الوقت برأيها عندما أتى رفيق الحريري إلى الحكم كان وجوده هو واتفاق الطائف وعمله باتفاق الطائف كان هدفه الأساسي وقف الحرب الأهلية ومن ثم تغيير حياة اللبنانيين ووضعهم من جديد على الخارطة الإنمائية والسياسية سعد الحريري انطلق بهذا على الرغم من اغتيار والده واغتيال مشروع الحريرية السياسية بذلك الوقت المستند لذلك الموضوع استمرت القوى الأخرى وانا اللي نسمي القمور باسمها استمر حزب الله بمشروعه الذي اقتال به رفيق الحريري وهو منع الحياة الكريمة للبنانيين لأنها تعني نهاية مشروعهم المرتبط بمشروع ولاة الفقه وتثوير اللبنانيين ووضعهم في وقود لهذا المشروع عندما حصل غزوة حزب الله في السابع من ايار ستة الفين سبعة كان هناك خيار خيار طرحناه نحن على سعد الحريري بأنه لا يفل الحديد إلا الحديد وعلينا أن نخلق قوة موازية تتمكن على الأقل من ردع الطرف الآخر ووضعه على قدم المساواة في أي حوار في الحقيقة كان هذا هو الكلام ولكن بالنهاية حصلت تسوية سمية سينسين وهذه التسوية سينسين ومن ضمنها ما قبلها اتفاق الدوحة كانت كلها أيضا وزيارة دمشق أيضا تسويات طرحت على سعد الحريري صحيح يعني عمليا ذاك الوقت لم تكن فقط خيارات سعد الحريري ولكنها أيضا خيارات اقليمية ودولية وكانت تغيرت القوى المهيمنة على العالم في فرنسا في الولايات المتحدة الأمريكية والتأكيد كان هناك خيارات في الخليج وعلى رأسها السعودية للذهاب إلى تفاهم مع نظام بشار الأسد بمقابل خروجه من الهيمنة الإيرانية يعني عمليا القضية لا تتعلق فقط في خيارات ولكن بعد الانقلاب الذي حصل سنة 2011 ووقت ما قررت القيادة الإيرانية بأنها احتلت لبنان وسوريا والبغداد ومن بعدها بعد بضعة سنوات اليمن عند ذلك الوقت أصبحت الأمور في مكان مختلف تماما وتغيرت الخيارات القليمية وحصل الانقلاب الحوثي في اليمن يعني عمليا صحيح أنه أنا أظن أن الخيار الأكثر ربما ندم عليه سعد الحريري هو ما حصل سنة 2017 يعني عندما استقال في السعودية أنا أعتقد كنت وكنت أفضل وهذا كان رأيي أنه كان يصر على استقالته يعود إلى لبنان ويؤكد الاستقالة لأنه في ذلك الوقت كان تبين أن إمكانية التسوية مع جبران باسيل مع ميشيل عون ومن ورائهما حزب الله هي تسوية انتحارية وهي بالتأكيد أدت إلى تدهور وضعه على مختلف المستوات طيب دكتور علوج بدأ نتوقف مع فاصل قصير أعود لأسألك عن بعض القضايا في الوقت المتبقي من بينها الحلقة المحيطة بالسيد الحريري التي يلومها كثيرون عما وصلت إليه الأمور في تيار المستقبل مشاهدين فاصل قصير نعود بعده لمتابعة حلقة هذا الأسبوع من مواجهة مع الدكتور مصطفى علوج القيادي في تيار المستقبل نتابع حلقة هذا الأسبوع من مواجهة مع الدكتور مصطفى علوج القيادي في تيار المستقبل اللبناني دكتور مصطفى البعض يعني يلوم الحلقة الضيقة المحيطة بالسيد الحريري لما وصلت إليه الأوضاع في التيار بعض هؤلاء الوزير الداخلية السابق أشرف ريفي وهو كان مقربا في فترة طويلة من السيد الحريري يقول تحديدا اللواء أشرف ريفي المحيطون بالرئيس سعد الحريري ليسوا أهلا للقيادة همهم الوحيد فقط مصالحهم وكلهم غرقوا في الفساد المجموعة المحيطة بالحريري كلها غرقت في الفساد وأغرقته في الفساد هل بالفعل أسهمت هذه البطانة دكتور علوش التي أحاطت بالسيد الحريري في إضعاف التيار ووصول الأمور إلى ما وصلت إليه بالطبع هناك دائما بطانة حول كل مسؤول وكل قائد وكل سياسي وأظن بأن الحلقة الضيقة وهي بكل موضوعية هي حلقة ليست ظاهرة دائما إلى العلن قد تؤثر بأخذ الخيارات الخاطئة وبالنهاية أأسف لقول بأننا كمجلس قيادة أو على الأقل حلقة قيادية رسمية موجودة حول الرئيس الحريري لم يكن تأثيرنا شديد الأهمية في بعض الأحيان لأننا كنا نعتبر بأن المصادر التي يسند إليها سعد الحريري على الأقل ليس فقط من الداخل وأعتبر بعلاقته الخارجية قد تكون غير قابلة للنقاش والحوار حتى لا تفقد طبعها اللواء أشرف ريفي هو كان من هذا الحلقة المقربة في وقت طويل وعمليا عندما انقلب على سعد الحريري انقلب لأسباب ذاتية شخصية وليست لقرارات تتعلق بخيارات استراتيجية ومن بعدها تلبست هذه الأمور بالشكل الذي تحدث عنه كان المسألة هو أنه يريد أن يكون وزير داخلية ولم يحصل على ذلك فقط لا غير نعم بغض النظر عن أهداف اللواء ريفي من هذا الموضوع دكتور علوج نحن نتحدث عن مسألة أشار إليها كثيرون وهي أن هناك طبقة أو حلقة محيطة بالرئيس الحريري أسهمت إلى حد كبير في تدهور وضع التيار في تدهور وضع الرئيس الحريري هذا موضوع خلينا في الوقت المتبقي نتحدث عن المرحلة القادمة وعن شخصية أخرى ظهرت في محاولة لملء الفراغ بهاء الحريري شقيق الرئيس الحريري سارع لمحاولة ملء الفراغ هل هذا هو الشخص المؤهل هل يتمتع بقبول القاعدة التقليدية للمستقبل لنستمع أولا إلى ما قاله السيد بهاء الحريري حول هذا الموضوع عائلة الشهيد رفيء الحريري الصغيرة كما عائلته الكبيرة لم ولا ولن تتفكك بالشراكة والتضامن سوف نخوض معركة استرداد الوطن واسترداد سيادة الوطن من محتليها سوف أستكمل مسيرة الرئيس الشهيد رفيء الحريري وأي تضليل أو تخويف من فراغ على مستوى أي مكون من مكومات المجتمع اللبناني يخدم فقط أعداء الوطن فما بالكم التخويف بالفراغ في أكبر طائفة في لبنان التي لي شرف الانتماء إليها دكتور علوش هل برأيك يملك السيد بهاء الحريري ما هو مطلوب لملأ هذا الفراغ لأن يكون ربما الشخصية التي تقود القاعدة السنية التي كانت القاعدة الأساسية لتيار المستقبل في المرحلة القادمة أريد أن أؤكد بأن الأستاذ بهاء الحريري حاول سنة 2017 أن يدخل بطريقة ما إلى الحياة السياسية وأعلان نفسه بأنه بديل عن سعد الحريري ووقت قضية السعودية والاستقالة من هناك لكن بغض النظر عن كل ذلك الأستاذ بهاء الحريري هو ابن رفيق الحريري هذا كل ما نعرفه عنه أما علاقتنا مع سعد الحريري تخطط مسألة أنه ابن رفيق الحريري لكوننا خذنا تجارب فاشلة وناجحة بعض الأحيان لنا علاقة مباشرة التفاهم السياسي جدل نقاش وانتقادات أما الأستاذ بهاء الحريري فهو رجل أعمال ناجح بالتأكيد كون سروة كبيرة لأنه كان متفرغا وبعيدا عن لبنان بالكامل لم نشهده يوما في لبنان بعد ثلاثة أيام من اغتيال والده رفيق الحريري خذنا الحياة السياسية الغتيالات الخطر المواجهات كما قلت تجربة قاسية وشديدة الخطورة بالتأكيد لم نحصل على النتائج التي نريد أن نحصل عليها هو يريد أن يأتي الآن ليزيد فوق السروة السلطة أهلا وسهلا به فليأتي إلى لبنان على الأقل ليسلم على الناس ليرى الأسى في عيونهم ليشم رائحة العرق ورائحة التعب ومعناه الآن نرى بأنه يخوض السياسة بالنظارات يلبس قفزات ولا نعرف ما يريد ولا نعرف ما هو برنامجه السياسي ما هي خطته أما الحديث عن العائلة أريد أن أؤكد نحن في حزب سياسي سعد الحرير قال عائلتي الكبيرة لأن لنا علاقة معه مباشرة أما بالنسبة للأستاذ بهاء فعليه أن يأتي على الأقل طيب في الدقيقة المتبقية دكتور علوش هناك من يرى أن الحريرية السياسية انتهت فعليا باغتيال رفيق الحريري لأن هذه المسألة كانت قائمة على شخص رفيق الحريري على علاقات رفيق الحريري وعلى ثروة رفيق الحريري ولم يعد هناك الكثير من هذه الأمور متبقي ما رأيك في ذلك؟ طبعا هناك محاولة لاغتيالها لهذه القضية عمليا اغتيال رفيق الحريري واغتيال هذه الرؤية ولكن نحن نرى في هذه الرؤية بغض النظر عن اغتيال رفيق الحريري والسروة إلى ما هنالك بأن الرؤية الوحيدة القادرة أولا على انتشار لبنان من واقعه والثانية هي صلة الوصل التي تربط لبنان بالعالم المتحضر وتربط العالم العربي من خلال لبنان إلى هذا العالم بالتأكيد قد يكون هناك دور لبنان قد تغير وللأسف لأن الأمور تخطتنا وتجوازتنا والزمن لا ينتظر أحد أما نحن قناعتنا بهذا التوجه فلا زال قائما ونحاول أقناع الجميع به شكرا جزيلا لك الدكتور مصطفى علوش القيادة في تيار المستقبل اللبناني كان معنا مباشرة من طرابلس في شمال لبنان شكرا جزيلا نهاية حلقة مواجهة لهذا الأسبوع على الأسبوع القادم مواجهة جديدة مع ضايف جديد إلى اللقاء شكرا